اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف عافية جماعة الآن أنا بحضركم بكورس الابي آي حبيت هيك أشجعكم وفرجكم عملي على الابي آي وإحنا عرفنا موضوع الابي آي اللي هو فونكشن إكسبوزد بره نطاق الابي كيشن تبعك والابي آي بيكون ويب سيركس إذا إكسبوزد على إنه تقدر تؤكسس هذا الفونكشن من أي مكان في العالم تمام والابي آيز حكينا قبل هيك إنه الابي آيز مستخدمة بكثرة في التكامل ما بين الأنظمة يعني أنا اليوم بدعم النظام بدعم الإنتيجريشن تكامل مع نظام ثاني أخذ منه داتا أو أودي له داتا تمام بغض النظر عن هذاك النظام بأي لغة مكتوب بأي operating system مكتوب مش فارقة معي تمام فالابي آيز هو وسيلة للإنتيجريشن والتكامل ما بين الأنظمة بشكل عام وحكينا الابي آي ممكن يكون الابي آي عادي ممكن يكون ويب اي بي آي ويب اي بي آي عاية اللي هو becomes تكس ترانسفير بروتوكول اللي شرحناه في كورس رقم تسعة تمام وحكينا انه الداتا بتصيل لها ترانسفير ما بين الابليكيشنز تمام عن طريق تكست التكست هذا بعمل له فورمات معين زي جيسن او اكس ام ال فزي ما حكينا انت ممكن تعمل انتجريشن مع اي اشي في الدنيا فاي حدا بدو يعمل الابليكيشن تبعه بدو الناس تعمل تكامل معو هو مضطار انه يعمل اي 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 عشان الناس تكون سيوم حتى لو كان هذا الشيء جهاز الانخليني افرجيكم الآن مثال عملي على ال اي بي اي 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 لا عنده هذه الغل enhanced تمام هذاSch餐 عليه خاص فيه وهذا الكArk عليه خاص сказала تمام هذا من هون الوبريتنج سيستم تمام هذا الارغ مثلا انت بدك صوت معين هاي صوت مثلا بيانو تمام بدي صوت ثاني بختاره من من السيستم تبع الارغ نفسه تمام هاي مثلا انا اخترت صوت اخترت صوت ثاني بحط اكورديون بحط الاكورديون من هنا تمام فهذا زي ما احنا شايفين في اوبريتنج سيستم خاص لهذا الارغ على ايش معمول مش فارقة معي تمام ونفس الشي الارغ هذا الثاني الو اوبريتنج سيستم وإلو شاشات تمام ففيهم الايام المشكلة هذا الارغ وهذا الارغ انا بالنسبة الي بازف عليهم بس يوزابلتي تبعته سيئة اللي هو هذا برضو بعطيكم مقدمة عن اليوزر اكس يعني انا مثلا وانا بعزف تمام بدي اعمل سيتنجز معينة في الاورغ باقل من ثانية تمام لازم ادخل على هذا الاورغ اكبس اكبس فعليا اثنين وخمسين كبسة عشان السيتنج المعينة اللي بديها في العزف تكون موجودة وارجع اشيلهم كمان مرة بدي اكبس كمان اثنين وخمسين كبسة فهذا is not usable صح هو شغال فونكشنينج اموره تمام بس اليوزابلتي تبعته سيئة اليوزابلتي تبعته سيئة بدي اغير من صوت لصوت بلاقي انه هنا ما في ايكونز للالات الموسيقية هذي باد يوزابلتي تمام بدي اكبس اكبس هنا عشان انا اعمل شغلة معينة بدي اكون بدي اغير من صوت لصوت بدي اكون حافظ الارقاب تبعت الاصوات تمام فهذا كان يسبب هيدك كثير كبير لاني ففي يوم الايام قاعد انا بعزف قلت خليني احلي المشكلة جذريا بما انه هذا الارق سيصاب فمعنته اكيد فيه اب باي باي بقدر انه دي بها عشان全 اغير الاصوات او اعمل الاسيتنج الي الي بدي ايها ونفس الشي هذا الارق تمام فشو نروح عملت ب reboot الساعات هذا الابليكيشن هذا الابليكيشن معمول ديسك توب ابليكيشن تمام ليشتونه مفيد dedま taking storage وهذا الoperating system يختلف. هذا على ويندوز وعملته ايامها على vb.net وكان يعمل على اسي شارب نفس الشي مهمة لغتين وجهين لنفس اللغة تمام لوجهين العملة واحدة. فهذا عملته على vb.net خليت هذا الابليكيشن تمام يحكي مع الارغ هذا ويحكي مع الارغ هذا تمام عن طريق الابليكيشن. عن طريق شو عن طريق الابليكيشن تمام فالفكرة في الموضوع انه شوفوا الان مثلا انا عندي هذا بدي احط صوت بيانو مثلا هاي صار عندي هون صوت بيانو بدي احط صوت عود هون شوفوا بك بس هاي هيك بصير عندي هون صوت اياش عود بدي احط صوت هذا مثلا لاحظوا لاحظوا عندي انا ما بغير اصوات من هون بس بغيرها من فوق بدي اكبس عصوت عود شوفوا شو بتصير في الشاشة هاي تبعت الارغ هذا نادى اي بي اي في هذا الارغ خلا يغير لصوت لصوت شوفوا عم بغير من برنامج تاني عم بتحكم في الارغ هذا بابليتنك سيستم مختلف من برنامج تاني تماما هو هذا البرنامج مش مهم باي لغة معمول بحكي مع هذا البرنامج بس كيف عمل حكا معه عن طريق الابليكيشن بدي احط مثلا صوت قانون هاي فحليت مشكلة اليوزر اكسبيلينس اللي موجودة هون صار عندي هون الاصوات بقدر اسميهم بالاسامي اللي بدي اياهم مثلا بقدر مثلا انا اليوم اجي اعمل اجي اعمل ادت حبيت اغير الايكون تبعت الصوت ضفت ايكون يعني زي كأنه هذا البرنامج ريموت كنترول لهذا هذا ضاف يوزابيليتي كثير عالي لا الاستخدام الاورقات فبالتالي انا صار عندي يشوفوا مجموعة الاصوات اللي بقدر اتحكم فيها من مكان واحد بينما هون فقط 16 صوت هون لا هاي 16 و 16 و 16 وهون تابس عملت تابس بقدر اشوف الاصوات اللي بدي اياها تمام حابم مثلا اعمل كوبي بيست لصوت باجي هون هيك باجي بعمل كوبي وباجي هون هيك بعمل له بيست هون تمام مثلا هاي هون دعم الكوبي وباجي هون بعمل له بيست هاي صار الصوت منسوخ سوري صار الصوت منسوخ من هنا لهون بقدر انا تماب انه هذا هاي الايكون تغير الصوت المعين اللي موجود في هذا الايكون عن طريق في هذا الاورق عن طريق الابي ايز. فهذا البرنامج حلل لمشكلة عظيمة. الفكرة في الموضوع اللي بدي احكي لكم اياه انه هاي انا قدرت اعمل برنامج مختلف تماما يتحكم في الارغ. هل بقدر احتحكم في هذا الارغ عن طريق الموبايل اه برضو بخلي موبايل ابليكيشن بغض النظر عن لغة البرمجة اللي معمول فيها يروح شو يعمل يتحكم في هذا الارغ. ما هي اي بي ايز. فالابي ايز هاي ريال لايف ايزامبل على هذا الموضوع. مثلا شايفين هاي الكبسة بس اكبسها هون هيك. هاي تمام. بس اكبسها هون وفرت علي اثنين وخمسين كبسة هنا. فبس بصير وانا وانا بعزف مثلا هنا. هلنحط على صوت مثلا وانا 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 فبس اتحكم في الاصوات اتحكم في الاقاعات اتحكم والحلو في الموضوع انه هاي الكبسة تتحكم في الارغ هادا والارغ هذا مع بعض ما عندك مشكلة فهي real life example عن انك كيف انت تعمل اشي وتانتغريت مع اشي تاني لما تكون فاهم مبدأ ال API فال API هو من الاخر هنا في function مسؤول عن تغيير الصوت هذا الفنكشن بتنادى من جوه هذا السيستم تبع ال ORG هذا تمام وبرضه they exposed هذا ال function as API بحيث اي برنامج تاني اي نادي تمام اي برنامج تاني اي نادي ال API الموجودة هنا هي API مش web API ال Operating System شابك بسلك مع هذا ففي اتصال بناتهم وبنادوا بعض باعتبار على نفس النتورك ما حدا بمنعني اليوم اخلي واحد قاعد في اميركا اليوم في اميركا بمستعد اعمل API على هذا البرنامج واعمل ارقيه لweb service واخلي واحد في اميركا يغير لي الاصوات وانا بعض في حط لي صوت عود مثلا انا هنا الصوت هذا مثلا هاي بيانو يجي من اميركا يكبس كبسة يغير لي الصوت لعود فهي الباور تبعت ال API انك انت تقدر تكسباند السليوشن تبعتك وتحل المشاكل بمجرد انه هدول الناس بيخلوا البرنامج تبعهم as API بيخلوا كل الدنيا تعمل سليوشن on top of their سليوشن فانا لما بعزف بستخدم هذا السليوشن تبعي هذا السليوشن اللي موجودة نوفر علي يوزابلتي احسن UI احسن configuration احسن بقدر احط icons بقدر اسمي الاصوات زي ما بدي بقدر اسمي الايقاعات زي ما بدي تمام عملت بيجينج عملت كده كل شي وبالمرة بما انه صرنا فاتحين هذا الموضوع شايفين هذا البرنامج كل ياته عبارة عن هذا البطن فقط هذا البطن خليت كل عملت له الفيتشور تبعته هذا البطن هاي مثلا لما بكبس هيك هون علي بتيجيني edit menu copy paste whatever configuration لما بعمل edit هون بطلع عندي الشاشة بقدر تمابت على اي صوت موجود هون بقدر اختار الائكون الموجودة هذا بطن واحد عملته وسمته هون في control ثاني اوكي صار في عندي tab في عندي control في 16 button تمام هذا control رسمته في control ثالث في 1 2 3 فيهم tabs فبالتالي ما اخذني 6 ساعات development هذا وكل معتمد على الـ الـ وعلى الـ هذا البطن شايفينه نفس هذا نفس هذا بس الشكل يختلف نفس الـ فبالتالي هنا بنقي مثلا يكون البطن بهذا size في اماكن ثانية بعمل بطن sizes مختلفة هنا مثلا نفس الشيء الشكل يختلف بس الـ وحد فالبرمج لكي أسس دائما في البرمج لكي تلعبوا بالأشياء مثل الليغو هذا كل يات ما أخذ 6 ساعات أقول لكم شغلة مرة كنت قاعد بعزف مثلا هذا برنامج سخيف ليس كبير كنت قاعد بعزف تمام عندي 40 فورم زي هذا في البرنامج لأنه بعمل support لأكثر من نوع org وشغلات كثيرة تمام فكنت قاعد بعزف ما عندي ساعة بدأ أشوف الساعة باللي قديش فرحت فتحت الابليكيشن تبعي على مكان واحد في السيستم ضفت هاي الساعة في مكان واحد و40 فورم ذي انهرت سكل هذا الفورم فبالتالي صارت الساعة هاي موجودة على 40 فورم فالفكرة في الموضوع من غير object oriented programming من غير أساس قوي من غير فهم العميق للبرمجة ما بتقدر تعمل application زي هيك بست ساعات بالتركيبة والstructure اللي موجود في فهذا حبيت أطلع أحكي لكم عن الابي عن الuser experience يعني شايفين الuser experience هنا الuser experience هي مدى سهول التعامل مع البرنامج هل معقول أروح هنا أكبس 52 كبسة عشان أحقق شغلة معينة بينما هنا بكبسة وحدة بحقق ها إذن هذا usable هذا application has more user experience هذا لا هذا عقيم جدا التعامل معه جدا سيء يعني ما بتقدر بيعمل لك limitation أثناء العزف يعني أنا بدي أعمل إشي شرقي مثلا زي هيك وأشيله تمام بدي أكبس 104 كبسات ما بيضبط معي بتكون الأغنية خلصت وراحت فهذا حابت أطلع أحكيتهم شوي ديمو سريع وإجزامبي لايف عن الـ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر